موسيقى عشر صور عن ماذا يفعل الله بخطيانا المتعبة هل فكرت حقا أين تذهب خطيانا؟ إن الغفران هو تدبير إلهي للإنسان الخاطئ الغير مستحق الله هو الذي أخذ زمام المبادرة من وقت عسيان وسقوط آدم وحواء بالخطيئة فهكذا اجتاز الموت إلى الجميع الله هو الذي ألبس آدم وحواء أقمص من جلب ليستر عورتهما منذ ذاك الوقت ابتدأت الذبائح الدموية للتكفير عن الخطيئة ولكنها تقدم بتوبة وإيمان إلى أن جاء المسيح وقدم وبذل نفسه ذبيحة كاملة بلا عيب وذبيحة نهائية فوجد فداء أبديا سكب نفسه وصنع تطهيرا لخطيانا لقد غطاها وسترها بل حملها في جسده وأخذنا بره فصار لنا الدخول والقبول إلى محضر الله لكن السؤال يبقى أين تذهب خطيانا وماذا يفعل الله بخطيانا رغم أن الكتاب يقول لكن استخدمتني بخطيائك وأتعبتني بأثامك الشعية 43 إن هذا الغفران على أساس العهد الذي صنعه لأجلنا ووعوده الغير مشروطة هذا العهد الذي ختمه بدم المسيح هذا هو العهد الجديد لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا لأنه مكتوب وكل شيء تقريبا يتطهر حسب النموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس فإذن أساس غفران خطايانا هو موت المسيح على الصليب الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارا بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله إن التطهير من الخطايا وعلاجها هو فقط من خلال دم المسيح فالسؤال ماذا يفعل بخطايانا؟ أولا تتلاشى بدم المسيح مكتوب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمى في الأعالي ثم يبعدها عننا كبعد المشرق من المغرب مكتوب الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا لم يقل الشمال من الجنوب لأنه النقط بيلتقوا لكن المشرق من المغرب ثم أحبائي أخذها وحملها في جسده لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم ثم أيضا يدوس خطيانا مكتوب من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية مراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبهم فإنه يصر بالرأفة يعود يرحمنا يدوس آثامنا شيء آخر يطرح خطايانا في أعماق البحر يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم طبعا البحر العميق جدا إذ استحال أن يصل إلى هذا العمق ثم أيضا لا يذكرها فيما بعد ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطياتهم لا أذكر خطياتهم بعد أيضا لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد ثم يمحوها بالكامل أنا أنا هو الماح ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك ارجع إلي لأني فديتك ثم يزيل وسخ خطيانا مكتوب هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج إن كانت حمراء كالدولي تصير كالصوف صوف الأبيان وأيضا يطرح خطايانا وراء ظهره فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي لأن الهاوية لا تحمدك الموت لا يسبحك لا يرجو الهابطون إلى الجب أمانتك تعبير كامل أن خطيانا أصبحت بالكامل مغفورة حتى لا يتذكرها أو يرجع يعيرنا فيها أي غفران والستر كامل ثم أبطل فاعلية الخطية فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه كما نرى من هذه الصور غفران الله غفران كامل وغفران غير محدود غفران من خلال دم يسوع المسيح كما هو مكتوب ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنشرك بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إنه غفران غير متغير غفران بالنعمة ثم هذا الغفران أبدي إذ سدد الدين الذي علينا مكتوب وفي الغد نظر يحن يسوع مقبلا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم مكتوب أيضا وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم بالحر يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي عبرانيين تسعة مكتوب أيضا علمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفن بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم لقد دبر الله خطة خلاصنا وغفران خطايانا من قبل تأسيس العالم يا لعمق غنى محبته ورحمته ونعمته غفر إلى التمام لا يذكرنا فيها ولا يعيرنا نحتاج إلى كل الأبدية أن نشكره ونمجده ونعبده أخيرا الشيطان هو فقط الذي يذكرنا بخطايانا ويعيرنا بل ويشتكي علينا في رؤية 12 آية 10 لكن لاحظ في آية 11 مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت لقد تعامل الله مع خطايانا إلى الأبد إذ غفرها وسترها غطاها بل كفر عنها ومحاها إلى الأبد لذلك دعونا نعظمه ونسبحه ونشكره ونمجده له كل المجد آمين اشتركوا في القناة